فلاديمير بيتكوفيتش مدربا جديدا للمنتخب الوطني الجزائري خالفا للناخب السابق جمال بالماضي فلاديمير بيتكوفيتش 60 سنة أفضل إنجازاته والوصول إلى ربع نهائي كأس أمم أوروبا مع المنتخب السويسري عام 2020 أهل سويسرا إلى كأس أوروبا 2016 و2020 وأهلهم أيضا إلى كأس العالم 2018 ووصل معهم إلى الدور الثاني تولى تدريب المنتخب السويسري عام 2014 وبقي معه سبع سنوات كاملة إلى غاية 2021 أبرز إنجازاته مع الأندية وتدريب نادي لالاتزيو عام 2013 وفوزه بكأس إيطاليا أخذ الكثير من التجارب المهنية هناك في الدور السويسري تدرج من الدرجة الثالثة وصعد إلى الدرجة الأولى درب نادي يونغ بويز درب مؤخرا نادي بوردو الفرنسي الذي كانت له معه تجربة فاشلة لم يستطع قيادة هذا النادي إلى تحقيق إنجازات تذكر وتمت إقالته من نادي بوردو اليوم وليد صادي رئيس الفاف تحدث لوكالة الأنباء الجزائرية وقال بأن اختيار فلاديمير بيتكوفيتش جاء من قائمة مختصرة ضمت بيتكوفيتش وبيسيرو وكارلوس كيروش كارلوس كيروش اعتذر عن تدريب المنتخب الوطني الجزائري وبقي الصراع بين بيتكوفيتش وبيسيرو لتفصل الفاف لصالح بيتكوفيتش وتختاره مدربا جديدا للخضر هذا أبرز ما حدث في الساعات القليلة الماضية رأيك أو تعليقك الأولي على تعيين بيتكوفيتش على رأس المنتخب تفضل قاسي سائد وكما تفضلت وقلت أنت قدمت المسيرة دياله كمدرب المفاوضات كانت بينه بين المناجرة والمحامين كانت صعبة محمد جدا اليوم بيتكوفيتش هو على رأس المنتخب الوطني نحن نرحب به ونستنى ووش رح يقوم هذا المدرب مع المنتخب الوطني بداية من هذا الشهر هداي في دورية مارس مع بوليفيا واندورا واندورا نشوف يعني رح يشوف الفريق جانا رح يتأقلم مع الأجواء الجزائرية هو يعني عنده كل كبيرة وسغيرة على الجزائر وخاصة على المنتخب الوطني قلت لي المفاوضات كانت صعبة كانت صعبة محمد جدا تعرف هذ المدربين هذو ما الأوروبيين عندهم أرماضة المحاميين المناجرة هما اللي كانوا مكلفين باش تكلموا مع الاتحادية الجزائرية ولكن الاتحادية عرفت كيفاش يعني تتفاوض معهم من ناحية الراتب من ناحية الإقامة من ناحية حالي قاعد في الجزائر يعني هذي شي كله هل اختيار بيتكوفيتش كان موفقا؟ بالطبع كان موفقا وكنت عند زوج أسابيع قلت طرحت عنينا السؤال من تفضل ببيتكوفيتش أو بسيرونة كنت نقول لك ببيتكوجيف ببيتكوفيتش اليوم نستمعه وشح يقدم هذا المدرب ونتمنى للنجاح مع المنتخب الجزائري نعم أمين أنت أيضا كنت متحمسا لهذا المدرب ورشحته من قبل ترديب المنتخب الوطني الجزائري وهو يعين على رأس الخضر أنا لم أكن متحمسا حتى أكون كنت تفضلها على بيسيرو دقيقا في كلامي أنا فضلت على بيسيرو لما بقي لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم مرشحان فقط من بيسيرو كان خياري مفضل هو بيتكوفيتش لسبب بسيط وبسيط جدا وأنه بيتكوفيتش أولا درب في المستوى العالي شارك في المونديال شارك في اليورو أطاح بالمنتخب الفرنسي في مباراة معيارية تعادل مع المنتخب الإسباني أيضا في نفس اليورو لديه مرونة تكتيكية كبيرة في مباراة واحدة يستطيع أن يجرب العديد من التنشيطات الهجومية مدرب هجومي عكس بيسيرو والذي شاهدنا كيف يتمسك كثيرا بالواقعية ولأن الواقعية في دورات المغلقة مفيدة ولكن أنت تعرف طبيعة وخصوصية الجماعة الجزائرية التي تعشق اللعب الجميل تعشق اللعب المفتوح واللعب الهجومي لذلك خياري كان يميل أكثر نحية بيتكوفيتش حتى من ناحية سيرة ذاتية وليد صاريليون قالها السيرة الذاتية لبيتكوفيتش أفضل من السيرة الذاتية لبيسيرو الأفضل من السيرة الذاتية تقريبا لجميع المدربين الذين توافدوا على المنتخب أو تداولوا على تدريب المنتخب الوطني الجزائري كثير من المغالطات التي نقرأها تقريبا يوميا حول بيتكوفيتش رغم أنه كان لم يأتي بعد إلا أن العديد من الأشخاص كانوا يتعمدون مهجمة هذا المدرب والتقليل من قيمته يا أخي العزيز أعطني مدربا للمنتخب الوطني الجزائري على مر التاريخ درب ناديا مثل لاتسيو وفاز معه بكأس إيطاليا أعطني مدربا درب منتخبا درب باريسان جرمان درب باريسان جرمان لكنز درب المنتخب البلجيكي ولكن بلجيكا لم تكن بلجيكا الحالية بلجيكا النجوم ولم تكن منتخبا قويا حينها وباريسان جرمان كذلك قبل العهدى القطرية باريسان جرمان كان ناديا متواضعا ويبقى ناديا محترما ولكن نعود إلى بيتكوفيتش درب لاتسيو وفاز معه بكأس إيطاليا عام 2013 لما كان الدور الإيطالي لازال قويا لازال في الأوج درب المنتخب سويسري وقدم معه نتائج جد مميزة قتلك تعادلة في اليورو أمام منتخب الإسباني بكل نجومه فاز على المنتخب الفرنسي حامل لقب المونديال قبل عامين فقط بكل نجومه أيضا في مباراة تعادل مع البرازية في المونديال 2018 في مباراة قويا جدا تعادل مع إسبانيا مدرب محترم الآن ما يجب أن نتفق عليه محمد هو أنه إمكانية نجاح أي مدرب في العالم مع المنتخب الوطني الجزائري أو مع أي منتخب أو مع أي نادي لا يعلمها إلا الله الآن اتحادية قامت بعملها بناء على معطيات اختارت في آخر المطاف واستقرت على بيتكوفيتش الآن كل ما علينا أن نفعله وأن ندعم المنتخب الوطني الجزائري وأن ندعم المدرب الجديد إن أحسن نقول له أحسن وإن أساء نخبره بمكامل السوء ما هي أبرز ميزات هذا للمدرب وهل سيعطينا الآن منتخبا هجوميا من شابير تحدث عن بيتكوفيتش المدرب الطاكتيكي المدرب الذي يفضل للكرة الهجومية المدرب الذي يفضل بناء اللعب من الخلف شاهدنا هذا في المنتخب السويسري كيف تتوقع أن تسير الأمور معه في المنتخب؟ أولا أي مدرب يأتي بفكر تاكتيكي ثم بعد ذلك يشاهد الأدوات التي يملكها وهل تتماشى مع هذا الفكر هذا المدرب الذي يكون مرن أكثر يعني يشوف يجيه هو أصلا هو عنده بكاتران سيستام دو باز ولو فلوظوفي جو تاع ولو هو خا يحب ينتهجع بعد ذلك بمرور المباراة يرى ما يملك من أدوات إن كان بإمكانه تطبيق أفكاره مئة بالمئة لأنه هذا ليس نادي يقوم بشراء اللعبين لتطبيق أفكاره هذا ما يجب أن نساوه هذا منتخب يعني منتخب تلعب اللعبين الذين تملكهم يعني ما تستطيع ربما يستقطع بلعب أو لعبين تقنعهم من أجل الالتحاق لا تحدث عن مزدوجي الجنسية تقنعهم باللعب لفائدة المنتخب الجزائري لكن بعدها أنت مطالب بالعمل بأدواتك التي تملكها أنت اليوم تملك أدوات واضحة تملك لعبين واضحين واضحة أسماؤهم وهم إلا إذا جاء بلعب جديد في وسط الميدان لهو ياسين عدلي اللي كان لعب عنده في لجيرونداند بوردو وكان مدرب له ويعرف إمكانياته جيداً وعدلي اللي بدأ يفرد نفسه شيئاً في نادي ميلون كأساسه لعب رفقة بن ناصر ثم بعد ذلك سنرى لمسة المدرب لمسة ناخب وطني لا تظهر من التربص الأول أو الثاني ربما مع مرور المباريات سنبدأ بمشاهدة ماذا يفعل بيتكوفيتش في المنتخب الوطني لكن الحكم عليه بالنجاح من البداية لا يمكن التنبؤ به والحكم عليه بالفشل منذ البداية مثلما يحاول البعض التسويق له أيضاً لا يمكن الحكم عليه منذ البداية علينا أن ننتظر سنرى القائمة أكيد بأنه قائمة شهر مارس هذا لأنه أصلاً لم يتبقى الكثير حتى لتربص شهر مارس حوالي 18 نيوم